أسألك عن بنت التمشى على هضاب وترقى على روس الغصون وشجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعين أسعد الله مساءكم في هذا المساء الجميل والذي يزاد جمالا وبهاءا بمتابعتكم لنا عندنا حلقة اليوم من برنامج بيت القصيد واللي يجيكم من خلال شبكة منصات للإعلام الرقمي الحلقات راح تكون مختصرة على جزئين فقرتين فقرة الأولى قصة وقصيدة أو قصة غض النظر سواء في قصيدة أو ما فيه والفقرة الثانية لغزة البرنامج مثل ما تعودنا إذن ننتقل على طوح الفقرة الأولى نقول أو تقول أفكره شعر طرع سالفة فأنا مرطة سالفة غير هذا يقولون رجال شروة من يسمع رجل النبي هو حكيم وعنده خلينا نقول بعد نظر لكل شيء بها الحياة وعنده ثلاثة عيال وبنت وعنده من النباهة ومن قراءة ما يمكن أن يصير يعني الحدث والحكمة والفطنة هذه عنده مميزة عنده أكثر من غيره ومعروف بالشيء هذا لكن هو كبير بالعمر شوية وعنده ثلاثة عيال قلنا وبنت فيوم من العيام في واحد متعدي وانت ببكره ما عنده هم لهم شلب هالشلب نابع عليه منتع الشلب وذبح وذبح لشلب والله ثاني يوم منه ومنه 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 فلان والله قالوا يبقى والله في واحد تعدم قدام البيوت والبارح بالليل والمغرب والمغرب المون وذبح لشلب قالوا يذبحوا اللي ذبح لشلب قالوا شيبا قالوا يذبحوا اللي ذبح لشلب وانتم كرام طبعا يعني هم رضيين اللي أهموها لما يحبوني يكسوني وكلمة ما قالوا وقال إن شاء الله يبقى قدام الولد الثغير الربع وقال ربع يعني قام فد قال العياله ترى أنا أشرح المؤبعات المفردات أجل فارق اللهجات بإنا قال العياله قال الإخوانه ودي أذبح يروح أذبح فلانه وين وجه نذبح رجل من جباعتنا من قرائبنا نذبح شلب الله اللي يرتجع عهد يجينا ويعتذر وهذا وسألوا ما في شي شلب يا قالوا أبوي يعني أبوي لا لو أشغل يا عادي قالوا بالعربي يا أبوكم ضي يعني والله قالوا هذا وراحة الساب بعد مثل ما تقول فترة وجونهم من هاللي يعفون هالبيوت هم خوان هم جمعه قبل حتى السبي خلينا نقول عند متعارف علي الظلور والظروف الحياة سواء نستبدو ولا النهب ولا السلب كان خلينا نقول مسمور وأنا ذكرت بحلقة ماضية ف حايفين هم وماخدين خمشين شوية من البعارين ثاني يوم والله وانهم فاقدي لهم كم من رأس من بعارين هم جو على فوهم والله ييبها هي شيء صاروا والحمد الله بسيطة لكن والله رأس من عندنا يجي خمسة بعارين قال اذبحوا اللي ذبح السلب تفتوا على أخوهم الصغير اللي يعني بحر حين نقول البعارين راح نقولوا روح اذبحوا اللي ذبح السلب قبل سنة يعني ورونه نوم ضيئة قالوا وابشر ييبوا قال ذلك ما ذبحته قالوا راح تدبروا كيف كان راحة الثال قدت الأيام قدت الأيام ويجونهم هكا القوم مليت أو ياخذون الحلال والبل وثلاثة ويحجون على البنت ويسبون البنت سبي قاوموا طبعا عيال وهذا وكذا لكن الكثرة غلبة الشجاع قاموا ويجون ويجون ها تصفقون قدام أبوه وحالتها البين قالوا ايه با قالوا ضل الشي اختك وقالوا قالوا دي بو حالي دي بحل شب قالوا يا ايو اللي حم يقول يعني وبودها ما يكسون بخاطر فهو ما هذا بعدهم صيبتهم بعد يكسون بخاطر ابوهم قالوا يعني ما منه ربح عنا نسؤلف عنا وين وهو وين هم يقوم العائلة الزغير اخوهم الزغير عيل انا قلت لا رجل قالوا الزغير بحل وهو يقوم وما يتشاذب خطر قالوا والله لو بربوا بوي غير ادبحوا ابو يصال له كل مرة يوصينا والله لا ادبحوا او يروح او يدبحوا طبع صدر ويدبحوا او رجل مرة الايام عدة الايام هذا وصل الى العلم العلم ينتشر يعني فلان ذبحوا فلان ليه؟ والله ذبح شلب يا الربع معقول كيف؟ بشلب؟ بشلب؟ اصل يا العلم مش العلوم مش العلوم وتاصل للي حافوهم هكالليلة وخذواء البعارين ما ملقوهم لعلي خذواء كم من بعيد او هل انا امه كم عرفه وكم هضو يعني فلان ذبحين فلان الرجل من عربهم لانه ذبح تلبها ايضا عشان تلبه يسلع شدهم يسوي هذول قاعدين يترصدون هذول على مهل والبدوي قاعد اربعين سنة وخذاروا يقول استعجلت اي هذول ما هم ناوي لنا يلي يزيلة الراي الراي قالوا والراي رجعوا البعارين ردوهن بالليل بالليل ما هو بنهار او بالليل لما ضب بالليل وهذا ونص ليل ويخذون البعارين وعلى وين على بيتها هكا الرجال ورجاله ويردون البعارين امشي العلوم اصرة العلوم وتاصل للقوم اللي غزوا عليهم وخذوا البنت وخذوا الطرش كله اصرتهم العلوم ونهم يقولون يتعللون بالتعليل والشيخ قاعد قالوا عيال فلان ايش 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 يسوهم قولي بتلب؟ قال بتلب قال أمكم عز أبوكم هاذول قديش قاعدوا حتى خذوا ابثار حيشة من يسمع هاتلب قاعدين سنة حتى هذول يترصدون هذول الرجال ما في منهم سلامة النشامة النشامة هبين الريح وش الرأي قال الرأي بكرة من الصبح ما طلعت الشمس وقبل ما تطلع عليهم يقول ترد لهم حلالهم واذا في نقص نجيدهم من حلالنا وطرشهم وبنتهم والبنت أنا ودي أطلب على سبت الله ورسوله بسعب حالك ثاني يوم شيخ على رأسهم من الصبح وعلى أكديره لم وصلوهم هو اليوم ثاني يوم عاد الله أعلم لم وصلوهم يوم الحلالة لونها الطرش وونها البلية وونها البلية اختهم يوم انها فاتت جاية تركض يوم هذا رجعت لا 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 الأبو أخوانه أيبن لو الله عادت باعتباره رضي أوفي الله حيام فهو توهم هذا قالوا الله الشيخ قال يا ربع السموحة واللي قالوا يعني خطوصة لكن حنا جايين فالله حالخضاء أي حلالكم أيبن لكم وعلى ما تمه والنقص ما نزلناه من حلالنا وحنا بعد زين زيد الملح ملاح ووجايين نطلب أيه النشمية اللي ما شفنا ذاين منها كل شيء أربع رات أيه نطلب بريد الشيخ وعنا اللي أطلبه أحد من أكبر طابين أنا الشيخ عسنت الله ورسوله أيبن له ويتجوز وهذا فا شوف العذرة ما موضوع أخوهم جاء هذي هم راحوا هم قال شفتوا يوم قلتك من أول زيادة هذا 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 الزغير اللي أني عارف أبوي ما قال هذا السلم إلا وراه هذا فالعبرة من القصيدة أنه أحياناً لا تفتح مجال زيادة لا أنه خلي فيه باصل خل فيه باصل وخل فيه حاجة وإن صار موقف لا أنا ما نقول ذبح ما ضل ذبح وصرخ لكن الموضوع قبل فيه زمنهم ذبح وصرخ فيه زمننا أنه لا تجثل على حالك إذا شافك واحد من أول مرة ضعيف أو استضعفت اعتماد بهذه العبرة شوفوا حكمة هالرجل الوين ودتهم ورجع حلالهم من وراء أنه يذبحوا لذبح أتهم ونكون برحلة هذه آآ هنا فقرتنا الأولى وننتقل إلى الفقرة الثانية والتي هي لغذ الحلقة ترجمة نانسي قنقر 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 نعود إليكم من الفقرة الثانية واللي هي لغزة حلقة اليوم اللغزة الحلقة هذه دقيقة شوية وراح أشرح بعض المفردات إذا كانت فيها صعوبة مثل ما تلكم من فارق اللهجة حلنا عيالي قرية وحدة من الضر للذرة ومن الجفور للغون يعني ما يحتاج لكن فارق اللهجة أكيد موجودة لذلك بعض أمور رح أشرحها أقول أسألك عن بنت التمشى على هضاب أسألك عن بنت التمشى على هضاب وترقى على روس الغصون وشجرها يخفي إثرها لامشة رمل وتراب وعلى الصفاء تشوف شيء من إثرها رح أشرحه أسألك عن بنت التمشى على هضاب هضاب المناطق المرتفعة شوية وما يجبان ها دقك وما يجبان وترقى على روس الغصون وشجرها تطرق على هالغصون على هالشجر هانا العانة الإشكالية يخفي إثرها لامشة رمل وتراب إذا مشت على الرمل وتراب يختفي إثرها وعلى الصفاء تشوف شيء من إثرها وإذا مشت على الصفاء اللي هي خلينا نقول الأرض الحجرية للناس فارق اللهجات الصفاء هي الأرض الحجرية 6 مترين 3 متر بحجم مساحتها بل خلينا نقول حسب في أرض كلها حجر وبعدين تشوف منطقة تربة أو ترابية هذي هالبنت طبعا ما هي بنتها كي هالبنت إذا مشت على الرمل وتراب اللي هو المفروض أي إثر شيء العصفور اللي يطع عليه ها يشوف ويبين لا هذي يختفي إثرها على الرمل وتراب لكن على الصفاء تشوف شيء من أثرها مو كامل شيء من أثرها يعني مفارقة بل عادة ما استعمش على أرض حجر ما يبين لك أثر راح على تراب ورامل يبين هان على العكس ركزوا أنا أحب دائما والله إني ما أحب أنه لغز يروح بدون حل عكل حال نكون بحال الحالة هذه إن شاء الله نشرحت ونشرح وافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما ننسى لا تنسون مشاركة الحلقة ونلتقيكم الثلاثة على القادة دعونا الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر